موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من ضيف الأخبار وضيفنا اليوم هو الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة للحديث عن مشروع قانون الإضراب ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون المالية والحوار الاجتماعي فأهلا ومرحبا بكم السيدة النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهلا بكم وسعداء باستضافتكم في برنامج طيف الأخبار شكرا لك وأنا سعيد أيضا أن أكون معكم اليوم لتكون البداية بمشروع قانون الإضراب الذي أترى جدلا واسعا كيف تقيمنا هذا المشروع؟ أولا مشروع قانون الإضراب يأتي في إطار تنزيل الدستور وأعتقد بأنه طرح لأول مرة في مجلس النواب كقانون تنظيمي 2016 مع حكومة سعبد الله بن كيران وكان لنا كحركة نقامية موقف أولا من طريقة طرح هذا المشروع بأنه لم يكن جزءا الحوار الاجتماعي في ذلك الوقت وأيضا على مجمل المقتضايا أو الكثير من المقتضايا أنذاك فيه وقد ناضلنا جميع الحركة النقامية من أجل أن لا تتم مناقشته في مجلس النواب وطالبنا آنذاك بسحبه من مجلس النواب إلا أنه مع هذه الحكومة أتى اتفاق اجتماعي مع هذه الحكومة الذي أكد على ما يلي أكد على أن مشروع قانون الإضراب الذي يوجد في مجلس النواب ستتم السعي إلى توافق حوله قبل أن يتم تمريره في مجلس النواب وذلك ما نعمل عليهم من حوالي سنة ونصف مع السيد وزير الشغل وأعتقد بأننا في هذا المصار نتقدم كثيرا ليس لتحقيق الأهداف 100% ولكن لجعله قانونا أولا يوازي بين الحق في الشغل والحق في الإضراب وجعله أيضا محفزا لاستثمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية وضامنا أيضا للحقوق طبقة الشغيلة المغربية بما فيها الحق الإضراب بما فيها حقوق التجاج بما فيها مجموعة من الحقوق التي تترتب عن ذلك ويكون أيضا قانونا يتمشى مع ما يتطلبه المنتظر الدولي خاصة منظمة العمل الدولية وأعتقد بأننا سائرون في هذا الاتجاه يرى البعض بأن هذا القانون يقيد وبشكل مفرد حق الإضراب هل تتفق مع هذا الطرح؟ السيغة التي عرضت كم شروع 2016 في مجلس النواب تقيد كثيرا هذه الحرية ولكن ما نناقشه حاليا هناك تقدم كبير فيما يخص التعديلات والإشارة فقط بأن هذا الأمر لا يعني فقط المركزيات النقابية من خلال الحوار الاجتماعي ولكن هذا أيضا هو مشروع قانون يعني الأحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان والتي لها الحق في التشريع أولا ولأن هذا نص تنظيمي بدأ في مجلس النواب ولم يبدأ في مجلس المستشارين وبالتالي هذا الحق التشريعي المكفول دستوريا للبرلمان بغرفته بدأت تمارسه للفرق البرلمانية النيابية ولها الحق في ذلك ما نطمح إليه حاليا هو على أن نمشي في اتجاه مشروع قانون متوازن ويحمي المشغل ويحمي الأجير والسيغة التي عرضت في 2016 كانت لها ظروفها السيغة التي نناقش حاليا مختلفة كثيرا ضمنيا شكليا على السيغة التي عرضت في 2016 وكذلك السيغة التي تم تقديمها وسيم تقديمها من طرف العزاب السياسية مختلفة كثيرا في مجلس النواب مختلفة كثيرا عن السيغة التي كانت وأعتقد بأنه في مصلحة الجميع على أن يكون قانون توافقي بالجميع تحدثت عن قانون توافقي لكن هذا القانون كان من المتفق بعد جولة الحوار الاجتماعي خلال شهر أفريل أن يتم تعميق النقاش خلال جولة شوتنبر التي لم تنعقد لكن الوزير قام بتمرير القانون مباشرة إلى البرلمان لا للأمانة الحوار بدأ منذ حوالي 18 شهر مع السيد وزير الشغل ولازلنا في الحوار مع السيد وزير الشغل ما يقام به داخل مجلس النواب هو إجراء شريعي سيصل نهايته مع التعديلات ولكن أيضا لدينا المشروع سيأتي برمته إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه الحركة النقابية ويمكنها أيضا إضفاء تعديلات أخرى على هذا المشروع ولكن للتاريخ والحقيقة على أنه في 2018 شهر تم تغيير كثير من المعالم العامة لهذا المشروع على سيغته التي عرضت في 2016 والسيغة التي عرضت في 2016 ترفضها كل حركات النقابية بما في المتحاد العام شغالي المغرب لكن هناك تغييرات كثيرة نناقشها حاليا مع السيد وزير الشغل ونحن مطالبين الأسبوع القادم على أن تتم هذه المشاورات مع السيد وزير الشغل الأساس فيه على أن هذه المشاورات لم تنقطع معنا نحن كاتحاد عام شغالي المغرب وعلى أن ما لا يدرك كله لا يترك جله تحدث أن ستكون هناك مشاورات مع السيد وزير التشغيل يونسا سكوري خلال الأسبوع القادم السيد وزير طلبكم أيضا بعداد مقترحات ما هي أبرز التعديلات التي ترون أنهم من الضروري إدخالوا على هذا النص من أجل تجويده؟ أولا فيما يخص مقترحات اتحاد العام هو ملاءمة هذا القانون لتشريعات الدولية خاصة ما تنص عليه منظمة العمل الدولية فيما يخص الحق في العمل والحق الإضراب ثانيا هو على المشروع الذي نود أن يستمر في الوقت أن يكون بالقوانين التي تكون لها ليس فقط رهينيتها لكن تكون لها مستقبل في تحديد العلاقة الثناعية ما بين المشغل والأجير ولذلك مجموعة من الإجراءات مثلا لا يمكن الحديث عن قانون الإضراب بمسائل زرجرية تتعلق أساسا بالحد من حرية نقابية وتتعلق بالغرامات السجنية أو الغرامات حتى المالية لا يمكن الحديث عنها كذلك لا يمكن كذلك الحديث عن قانون الإضراب لا يتطرق إلى دباجة حقيقية نتصور فيها مفهوم الإضراب مفهوم الإضراب ليس للأغراض سياسية ولكن مفهوم الإضراب بصفة عامة لا يمكن الحديث كذلك عن مشروع قانون الإضراب دون الحديث عن آليات تنفيذ هذا الإضراب والتي كانت في المشروع القديم آجالها تمتد إلى شهرين وشهرين وأكثر من شهرين فيما يخص الإعلان وأعتقد بأن هذه الأجال يجب تحديدها وتقليصها ونحن نعمل على ذلك لا يمكن كذلك على أن نتكلم عن مفاهيم حقيقية التي ينص على هذا المشروع كيف هو مفهوم الأجير وش فقط الأجراء الذين لديهم مكان عمل ولديهم شركة أو قطاع عام هل تجار عادي دم الحركة تجارية عادية أو صيادة دم تجمع صيدة العادي لدم الحق في الإضراب يعني كلها مفاهيم يجب تدقيقها ونحن نعمل على أن ندقيقها في إطار عرض الاتحاد العام فيما يخص تعديل المشروع الذي تم طرحه في ظرفية ما في 2016 أعتقد بأن ما يتم تداول حاليا هو مغاير 80% تقريبا مما من المشروع الأصلي وسيظهر ذلك من خلال تعديلات التي تدخلها الفرق البرلماني على ذلك المشروع ومن خلال كذلك تعديلات التي طلبت بها الحركة النقابية والتي ستأخذ بعض الاعتبار لا محالة وستكون لنا فرصة أخرى حينما يتم مصادقة عليه في مجلس النواب من أجل أيضا العمل على بعض التعديلات في مجلس المستشارين ضمن الحركة النقابية استدعني الآن أسألك عن موضوع آخر أترى بي دوره جدلا واسعا ويتعلق بدمج الكنوبس في أسنة ما موقفكم من هذا الدمج؟ وهل هناك مبررات كافية للاقدام على هذه الخطوة؟ قبل ذلك أريد فقط أن نختم قانون الإضراب على أننا موقف الاتحاد العام ظل دائما صريحا وضو بشكل عام مقترح مشروع قانون ديلة 2016 نحن مع التعديلات التي تضمن الحق في الشغل وتضمن كرامة طبقة الشغيلة المغربية لم ولن يكون الاتحاد العام معارضا لأشياء لا يمكن معارضتها ولم يكن قابلا لأشياء التي ستتمس طبقة الشغيلة المغربية أولا لأنه نضال طبقة الشغيلة المغربية نحو الحرية نحو الديمقراطية نحو الحق في ممارسة العمل النقابي يجب أن يصان ضمن أي مشروع قانون اجتماعي خاصة القوانين التنظيمية الكبرى كقانون الإضراب وكقانون التقاعد ولكن نطالب أيضا بأن هذا القانون لن يتم بلورته حقيقة وتنزيله عرض الأرض واقع بدون قانون النقابات الذي هو جزء أساسي من الاتفاق الذي اتفقت معه الحركة النقابية مع الحكومة من أجل تنزيله قبل ما تم هذه الولاية أعتقد بأننا نصير في اتجاه صحيح جميعا هناك التزامات التزامت به الحكومة هناك أيضا التزامات التزامت به النقابات ويجب أن نصير في هذه الاتزامات التي التزامنا به جميعا والتي نرى نتائجها على أرض واقع بالنسبة للطبقة الشغيرة المغربية وفيما يتعلق بهذا الدمج الكنوبس ولاسينسيس أعتقد بأنه هذه تدخل في إطار المنظور الكبير لمسألة حماية الشيماعية والبرنامج الملكي الكبير دي الحماية الشيماعية نحن لسنا ضد هذا الادماج ولكن نحن معه أولا الحفاظ على المكتسبات والحقوق للمخارطين دي الكنوبس سواء تعلق الأمر بجميع الميتيين اللي تابعي لهم اللي نحن في 17 تقريبا تعاضو دي اللي كان فيها حقوق وفيها مكتسبات دي الطبقة الشغلية المغربية يجب أن تصان هذه الحقوق المكتسبات ويجب أيضا أن هذه التعاضوية تكون لها الكلمة فيما يخص من خارطينها وقد عربنا عن ذلك لسيد رئيس الحكومة ولذلك رأى تم التغيير ذلك النص من النص اللي كان عرضا في أول جلسة دي المجلس الحكومة متلع على أنه دخلت الحركة النقابية تحدعم شغلين من مغرب ونبه إلى خطورة الدمج عدم الدمج غير عقلاني لهذه الصندوقين وأعتقد بأنه تم الاستجابة لهذه الطلبات وأنا نقول لكل شيء لأخوات والإخوة المنخارطين في تعاضو ديات على أنه ليس هناك خطر للمكتسبات ديالهم وسنعمل بأن هذه المكتسبات تبقى ونصونها ولكن نحن أيضا من باب المسؤولية الوطنية نحن منخارطين في البرنامج الملكي دي الحماية الاجتماعية واللي أعتقد بأنه ثورة حقيقية فيما يخص حماية الاجتماعية لا يخص تغطية الصحية لا يخص تعويض عن فقدار الشغل لا يخص تعويض عن الأبناء ولا يخص مجموعة من الأشياء التي أتى بها هذا البرنامج الملكي واللي أعتقدوا وكل شيء المغاربة مجمعين على أنه ثورة حقيقية هذه الثورة خاصة آليات بشيء يمكن تطبيق ديالها ومن ضمنها إدماج الكنوبس ولكن هذا الإدماج يجب أن يتم بالمحافظة عن المكتسبات ونحن معه أنه يتم محافظة بإصلاح أنظمة التقاعد الذي تم التوافق على مبادئه الأساسية خلال جولة أبريل وكان من المنتظر أن يتم تعميق النقاش بين المركزيات النقابية والحكومة خلال جولة شوتنبر التي لم تنعقد كما أن بعض الأحزاب وبعض المركزيات النقابية تحدثت عن أن مشروع قانون المالي 2025 لم يتضمن أي إجراءات من أجل تنزيل هذا الإصلاح هل توقف النقاش حول هذا الإصلاح خاصة وأننا بلغنا مرحلة حريجة أولا ليس هناك تفاهم بين المركزيات النقابية وعلى علمي الاتحاد العلم شغالي المغريب التحدث عن الاتحاد العلم شغالي المغريب والحكومة فيما يخص قضية التقاعد ما جرى هناك كانت جلسة وحيدة فيما يخص أمور تقنية تم عرضها بدون أن يكون هناك خلاصات وهذا موضوع التقاعد هو إصلاح مؤلم للجميع ولكنه إصلاح ضروري وكانه تأخر تأخر كثيرا لأنه لم تكتمل شروط الموضوعية في النقاش لأنه يكون هناك عرض حقيقي من طرف الحكومة بش يمكن نحن كنقابة نتكلموا على ذلك العرض الذي تعرضه الحكومة هناك تصور تقني فقط وهذا التصور التقني ليس وليد هذه الحكومة وليد كثر من 14 سنة ونحن نناقش هذا الموضوع لإصلاح مقياسي التي أتت به الحكومة قبل فاريطة كان فقط إصلاح مقياسي ظرفي لم تتجاوز مدة هذا الإصلاح ثلاث سنوات من ناحية المالية لم تتجاوز ثلاث سنوات وبدأ العجز في صندوق التقاعد ولذلك نحن نرى بأن أي إصلاح يجب أن يكون إصلاح دائم على الأقل الذي سيضمن 21 سنة و 25 سنة عدم نفاذ تمويل المادي لهذه السنادق التقاعد ونظن كذلك بأنه يجب أن يصلاح أن يكون فيه لا ضرار ولا درار وإصلاح الذي لا نؤدي فقط نحن كطبقة شغيرة مغربية ثمنه من خلال رفع من الخيرات الكوتزاسيون ومن خلال كذلك تحديد سنوات هذا هو سؤالي ما موقفكم من ما يستسميها النقبات بالتلوت الملعون والمتعلق برفع سن التقاعد ورفع نسبة الاشتراكات نحن نعتقد داخل الاتحاد العام بأن هذا الإصلاح كما قلت لك بأن الإصلاح صعب جدا وإصلاح أيضا سيكون فيه يعني ضحايا ولكن نحن نحاول أن نخفف من وطع هذه الإصلاح لا نتحدث عن ثالث ولكن نتحدث عن ضمان المكتسبات أولا ذلك طبقة الشغيرة المغربية عدم إثقال طبقة الشغيرة المغربية من مزيد من الاقتطاعات التي في الظرفية الحالية وأعتقد حتى في الظروف القادمة سيكون صعب على أن الطبقة الشغيرة تفيد التزامة خاصة من تقصاعات ولكن نحن مع مشروع للإصلاح أنظمة التقاعد يكون عادل وتكون أيضا الدولة متحملة مسؤوليةها فيما يخص الحجم المالي الذي يجب تخصصه لهذا الإصلاح وليس فقط طبقة الشغيرة المغربية التي تتحمل وزرة ما تم من أخطاء سابقة في هذا المدران ولكن أيضا هو إصلاح يجب أن يكون ضروري ويجب أن نتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الإصلاح نحن نرفض مرة أخرى أي إصلاح سيكون على حساب طبقة الشغيرة المغربية فقط ما تم عرضه خلال نجلة تقنية هو بعيد كثيرا عن التصور العام دي الاتحاد العام شغالي من المغرب والذي نحن كنا نطمح على أنه يتم إدماج سندق تقاعد ويتم الرفع من المعاشات دي المواطنات والمواطنين المغربة في القطاع الخاص ويعطيك مثال غير معقول على أنه مهندس دولة يشتغل في القطاع الحكومي الأجر دياله 25 لفدرهم مثلا ونفس المهندس في القطاع الخاص يشتغل بـ 25 لفدرهم حينما يصل سندقاعد الذي يشتغل في الدولة كتبقاله 22 لفدرهم بينما الذي يستغل في القطاع الخاص هتبقاله 6000 لفدرهم كأحد أقصى وبالتالي على أنه هذه عدم العدالة في التقاعد هو اللي إحنا خاصنا نتكلم عليه أولا كيف يمكن على أنه هذا ديال القطاع الخاص يطلع وديال القطاع العام باش يتساوا فيما يخص التقاعد ولذلك فإنه طموحنا على أنه هذا من هذا اللي استطعنا على أن نحقه هذي يكون نتائج على سوق الشغل في المغرب كبيرة بزاف هذي يكون سواء إنسان يشتغل في القطاع العام أو القطاع الخاص وسنحفز القطاع الخاص على أنه يكون منتج أكثر لأن القطاع الخاص هو اللي حقيقة يكون منتج للثروة ومنتج المناسب السغل هذا هو التصور الحقيقي للإتحاد العام فيما يخص أنظمة في نفس السياق نشهد هناك ضغط على القدرة الشرائية وهناك تدخم ومعاشات المتقاعدين عموما متواضعة ما هي مقترحات الاتحاد العام لشغالين بالمغرب من أجل النهوض بأوضاعهم خاصة لهم لأنهم لم يستفيدوا من زيادات خلال السنوات الأخيرة مع السيطناءات بسيطة أولا هذه قدرة الشرائية دي المواطنين سعيح متضررة متضررة بفعل عوامل داقلية وعوامل خارجية يطول شرحها لكن الأساس فيها هو تقلبة السوق العالمية أثار الجفاف في المملكة المغربية والتي أدى إلى التدخم والتدخم رأى في هذه السنة بدأ يتقلص ولكن من أجل مساهمة في تحسين القدرة الشرائية دي المواطنين ومواطنين وطبقة الشغالية بالخصوص تم هناك اتفاق بيننا مع الحكومة بالرفع من الأجور وأعتقد أنه السنة الفاريطة حصلنا على 500 درهم وبداية هذه السنة الجاية هذين حصلوا على 500 درهم وهناك أيضا تخفيض ضريبي سأتلي الحديث عن هذه الأمور في مشروع قانون المالي يهمني أمر المتقاعدين المتقاعدين ما بدأ تقترح من أجل تحسين أوضاعهم رأى باش يفهمون المغاربة وهذا أيضا كحقيقة أرى كثر من 80% المتقاعدين لا يؤدينا الضريبة على الدخل كثر من 80% الأجور المتقاعدين هي معفاة من الضريبة على الدخل وبالتالي على أنه كيف يمكن وهو التقاعد كيف هو هو مساهمات ديال الشخص ومساهمة ديال الدولة ومنبعدين هو اللي يخرج به التقاعد حسب سميته ها كيف إذا خلصنا نرفع المساهمة باش يمكن نرفع التقاعد اللي احنا كان اقترحه داخل الاتحاد العام هو المزيد من تخفيض ضريبي بنسبة للمتقاعدين على أشطر المزيد ولكن كان اقترحه وهذا قلت الرئيس حكومة وانعود نقوله كذلك اقترحه هو حلول اجتماعية حقيقية للمتقاعدات والمتقاعدين فيما يخص النقل فيما يخص النقل علاش احنا متقاعدين عندك تلما خلصه ستين سنة سنة خلصه يخلص غير عشرين في المئة في النقل العمومي ثم مثلا في هذه الأشياء المتعلقة بالتطبيب مثلا احنا كان كوفره ثمانين خمسة وثمانين في المئة علاش المتقاعد خاصه يكون يجي وحط لعنده ميتيال ديالو يحط لكار ديالو دي المتقاعد المتقاعدين وخاصه يلقى العلاج بلا ما يعطيتها شي درهم تسهيلات فيما يخص مجموعة من الأشياء الاجتماعية اللي خاص تكون فيها تسهيلات في الظرفية الحالية تسهيلات المتقاعدين اللي هي يمكن تكون نوع من العرفان بأن هذه الناس أسدوا خدمات حقيقية لهذا الوطن كلهم في اختصاصهم من العامل البسيط إلى الإطار الكبير ديال الدولة اللي أسدوا خدمات لهذا الوطن واللي على الأقل العرفان لذلك نديروا هذا الجانب الاجتماعي نقوّوا الجانب الاجتماعي ديالهم ونديروا لهم مجموعة من الأسياف الجانب الاجتماعي لن تكون كافية ولكن ستخفف الضرار في اللحظة الحالية وأعتقد بأن هذه الشريحة ديال المتقاعدين تزيد يوماً على يوم تزيد أولاً لأن فرص الشغل التي تحوى هذه الدولة بصيرة خاصة بدأت تتقلص وبالتالي على أنه بدأ الهامش الكبير هم المتقاعدين اللي خاصة نخموه في طريقة أخرى وهذا كيدخل في إطار أيضاً لإصلاح ديالأنظمة التقاعد اللي خاصة يكون إصلاح حقيقي لكي لا يعيشون هذا شيء لكي يعيشون متقاعدين في هذه الفترة نبقى في هذا السياق الذي قلنا بأنه هناك ضغط على القدرة الشرائية وهناك تضخم هل يرعي مشروع قانون المالي 2025 التحديات التي تواجه الطبقة الشغلة والطبقة المتوسطة وكيف تقيم إصلاحات الضريبية التي جاء بها نحن أولاً مررنا من 11 سنوات كان فيها نوعاً ما من الإجحاف على مجموعة من الاكتسبات للطبقة الشغلة المغربية حينما أتت هذه الحكومة وهذا ليست تزلفاً بدأنا على الأقل في مأسسة الحوال الاجتماعي أولاً وفي كذلك جني ثمار هذه المأسسة وأعتقد بينهم بين الأشياء الأساسية في هذه المأسسة هو القضية ديال حماية القدرة الشرائية ديال الأجراء والأجراء وكانت زيادة في الأجور في القطاع العام ألف درهم شدينها السنة 500 والسنة القادمة 500 أخرى كان كذلك في ضرف سنتين تم الرفع من حد أدنى الأجر في القطاع الخاص العشرين في المياه وتم الرفع من حد أدنى الأجر أيضاً في القطاع الفلاحي وأعتقد هذه مكتسبات مهمة جداً تم كذلك تخفيض على المستوى الضريبي وأعتقد بأنه في مشروع قانون المالي 2025 هناك هذا التخفيض الضريبي وهناك 500 درهم غد زاد والتخفيض الضريبي وأعتقد بأنه تخفيض الضريبي سيمر بالنسبة للموظفات وموظفين ديال الدولة والأجراء بصفة عامة من بين 120 درهم حتى 780 درهم لقد يكون هالتخفيض الضريبي هذا مكاسب مهمة جداً صحيح غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار في ظل تدهور القدرة الشرائية في ظل أيضاً تقلص الطبقة المتوسطة في ظرفية العشر سنوات والذي كان عنه منه جميع وأعتقد بأن هذه الحلول إن كانت حلول ظرفية ولكن خاصة تفكير أيضاً ضمن الحوار الاجتماعي في حلول أخرى نعتقد بأنها خاصة تكون كافيلة بأنها ترفع من القدرة الشرائية وتحافظ على الطبقة المتوسطة المغربية أعتقد أنه أيضاً ما جرى في قطاعات معينة قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع الأساتد الجامعيين مجموعة قطاعات اللي كانت فيها اتفاقات قطاعية مهمة جداً للطبقة الشغيلة مهمة أول لضمال استقرار الوظيفي ومهمة أيضاً لحماية هذه القدرة الشرائية ولكن مهمة أيضاً لأنها تعطينا فاس جديد فيما يخص قطاعات اللي هي حيوية كالتعليم وكالصحة وكالتعليم العالي أيضاً واللي هي اللي تربي الأجيال الصاعدة أو تعطي التطبيب اللي مغاربة وأعتقد بأن هذه الاتفاقات القطاعية سيكون لها دوراً إيجابياً في المرضودية لكل الأخوات والإخوان العاملين في هذه القطاعات لننتقل إلى موضوع الحوار الاجتماعي هل عدم انعقاد جولة شوتنبير يمكن اعتباره مؤشراً على أزمة تقابين النقابات والحكومة؟ نعتقد ذلك بأنه لو كان هناك مؤشر أزمة لما عقيدت مجموعة من القطاعات اللقاءات القطاعية أولاً ولما كان هناك استمرار فيما يخص الحديث حول مشروع قانون الإضرار ولما كان هناك الحديث أو لقاءات حول مواضع أخرى أنا أعتقد بأن الأجندة الحكومية كانت ما تسمح شفاح للوقت ولكن أنا متبصر على أنه في القريب العاجل ما دعا رؤيتك المستقبلية بخصوص هذا الحوار؟ يجب تثبيت مجموعة من الأشياء والمكتسبات التي ندرناها وأعتقد بأننا سنشتغل في هذه الجولة حول مجموعة الأشياء حول أولاً تقييم تنفيذ الاتفاق الأخير مع الحكومة تقييم لا فيما يخص الجانب المالي ولا فيما يخص الأشياء التي ليست لديها تكلفة مالية حماية الحرية النقابية قانون النقابات وهو مهم بالنسبة للاتحاد العام شغالي من مغرب مشروع قانون النقابات وهو مهم جداً كذلك جوالب المتعلقة بالوظيفة العمومية بصفة عامة تغييرات التي يجب أن تطرأ على الوظيفة العمومية كيف يمكن ضمام للسمرارية في مجموعة من القطاعات والتي كانت من مقرر على أنها تكون حديث للجولة ديالشوتنبر وأنا أعتقد بأنه خلال أسابيع ستكون جولة أخرى وسننطلق ولكن لي ركز عليه أساساً على أنه ربحناك نقابات الحوار الجماعي ولكن أيضاً في ظرفية اقتصادية صعبة ربحنا مجموعة من المكتسبات ليست كافية ولكنها مهمة في هذه اللحظة وما يجب أن نعمل عليه لأنه داخل المركزات النقابية هو العمل الداخلي من كل نقابة على أساس الرفع من من التنقيب من عدد المنخريطين في النقابات والذي يتطلب لكي تكون ثقة في النقابات وثقة في العمل النقابي ونقوله بأنه الاستدامية والتصادم ليست تحلل لكل أشياء لكن نحن داخل الاتحاد العام نؤمن بأنه الحوار والحوار المستمر والغاية يعطي نتائج ونؤمن بأنه الشفافية وبأنه المعقول وبأنه الصراحة مع المناظرات والمناظرين كيخلوا الناس انخرطوا في العمل النقابي ونقوله على أننا نحن صمام أمان بالنسبة للحوار الاجتماعي وبالنسبة للسلم الاجتماعي ولكن يجب تقوية هذا الصمام الأمان ليس فقط من طرف الدولة ولكن من طرف المنخريطين للحركة النقابية المغربية سيميارا شكرا لك على قبول دعوتنا وشكرا على كل هذه التوضيحات بارك الله فيك أهلا وسهلا مرحبا والشكر موصول لكم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء